موسيقى موسيقى مشاهدين من ليبيا بنوراما نقدم لكم خصادنا الإخباري والبداية بأبرز العالمين موسيقى فرقة الهندسة العسكرية بقوات البنيان المرسوس بالسل تتمكن من تطوير قدراتها الصاروخية لتستهدف بها مواقع تنظيم الدولة بالمدينة موسيقى موسيقى حرس المنشاة النفطية يؤكد صد هجوم شنه مقاتل حفتر على ميناء الزويتين لمنع تصدير النفط موسيقى موسيقى أهلا بكم تمكنت الفرق الفنية وفرق الهندسة بقوات البنيان المرسوس من تطوير صواريخ جو جو بإدخال تغييرات عليها لاستخدامها كصواريخ أرض أرض استهدفت بها عدة مواقع يتمركز فيها عناصر من تنظيم الدولة هذا وذكر مصدر من غرفة العمليات أن القوات تمكنت من قتل العشرات من قوات التنظيم إثر استهدافهم بعد تحديد مواقعهم موسيقى قال العميد محمد الغصر الناتق باسم غرفة عمليات البنيان المرسوس إنهم تحصلوا على غطاء جويا أمريكي وإن قواتهم تتقدم على الأرض وعظف أن الغطاء سيسهل المزيد من التقدم وتقليص الخسائر البشرية بفضل الإمكانيات التي يمتلكها السلاح الجو الأمريكي واتابع أن عناصر التنظيم الدولة تتحصل الآن في مجمع قاعة وغدوغو شديدة التحصين سيتم بإذن الله تبشيط هذه المنطقة المنطقة هذه مهمة جدا جدا هذه تفتح الطريق إلى أمام قصور الضيافة أو شمالها طريق مهم جدا جدا جهة اليمين يؤدي إلى ابن سينة واليصار يؤدي إلى حي رقم اثنين بعد اجتيازنا بإذن الله القصور سوف يكون حي رقم اثنين محاصر من قواتنا ويفصل يمين سرت عليه عن شمالها وهذا يسهل في الاقتحام الحي رقم واحد بين الله تعالى أهم الأماكن اللي متواجد فيها داعش موجودة في قاعة وغدوغو وغدوغو تعتبر مخازن كبير جدا جدا بها اثنين طوابق تحت الأرض هذه مزالت فيها دبابات وراجمات ومازال فيها سيارات مفخة المكان هذا هذا احنا طلبنا للتدخل الأجنبي بخصوص الأمور هذهنا الطيران الأجنبي يستطيع أن دخيرتها تصل إلى آخر دور تحت الأرض بالنسبة لداعش ويكبدهم خسائر قال المبعوث الممي في ليبيا مارتين كوبلر في تغريدة الله على تويتر إن الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا هي حرب تهم الأوروبيين أيضا وليس الليبيين وحدهم معربا عن قلقه من العدد الكبير لجرح العمليات ضد التنظيم في سيرت داعينا دول الأوروبية لاستقبال الحالات المستعصية من جرح الحرب حسب تعبيره نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لقطات لضربة جوية نفذتها ضد تنظيم الدولة في ليبيا وقالت القيادة العسكرية الأمريكية أن ضربة نفذت في الأول من أغسطس وإنها كانت دقيقة توجيه وقالت واشنطن أن الضربات تعد بداية لحملة سوف تستمر ضد تنظيم في إطار مساندة قوات المجلس الرئاسي لطارده من المدينة قال الرئيس الأمريكي باراكوباما في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة دفاع البنتاجون إن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق في حربها ضد تنظيم الدولة من خلال تنفيذ الجيش الأمريكي عدة غارات جوية على مواقع التنظيم في السيرت الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايزا سراج كان قد أعلن الاثنين الماضي عن طلب الحكومة دعما مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في السيرت وضواحيها عادت شركة المدار للاتصالات خدماتها إلى منطقة ودي زمزم بعد انقطاع دام لأربعة أشهر بسبب عمليات التخريب التي طالت شبكة وقال منطق قطاع الاتصالات بالمجلس المحلي السيرت عمار العباني أن عودة العمل لشبكة المدار كان بالتعاون مع شركة هاتف ليبيا للاتصالات وشركة العامة للكهرباء يؤشر أن قوات البنيان المرسوس كانت قد قطعت خذمات الانترنت عن مدينة السيرت كإجراء أمنية تزامنا مع القصف الأمريكي على معاقل تنظيم الدولة بعد إغلاقه لأكثر من عام افتتح فريق الهيلة الأحمر لبهي فرع مصرات مستوصف ابن النفيس بمنطقة السواوى شرقي سيرت بعد استعادته من عناصر تنظيم الدولة مرأسولنا بالسيرت عاد لنا تقرير تالي فلنتابع هذا المكان خلفي هنا هو مستوصف ابن النفيس بمنطقة السواوى شرقية مدينة سيرت ويعتبر اليوم إعادة لافتتاحه بعد إغلاق دام لأكثر من مدينة من عام بظل سيطرة تنظيم الدولة عليه بقدوم قافلة إغاثية من الهيلال الأحمر الليبي فرع مصرات ومنظمة النسيم للتنمية المجتمعية إعادة افتتاح مستوصف السواوى ببصمة الهيلال الأحمر الليبي فرع مصرات ومنظمة النسيم للتنمية المجتمعية حملة مساعدات طبية من الهيلال الأحمر تحمل تطعيمات للأطفال من سنة أربعة أشهر إلى سنة ونصف ومساعدات أخرى للمركز الصحي إضافة إلى كشفات أسنان ونحاول أن نغطي كافة المحتاجين وكافة الأسر التي هي في حاجة المساعدة لأننا من أهدافنا ومبدينا هو تخفيف حقيقة الضرر وتخفيف ما يعانيها هؤلاء العائلات مساعدة منظمة النسيم للتنمية المجتمعية تمثلت ب325 سلة غدائية تحمل مواد يحتاجها المواطن في حياته يومية وقد لا يستطيع الحصود عليها في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص المواد الغدائية ونقص السيولة النقدية من ضمن ما تحتوي هذه السلة الغدائية زيت الطهي، ماكرونا، روز، بون، حمص، فاسولية وعدس وكمية من الزبادي للأطفال يعاني المصوصف من نقص في كل مسلزماته إضافة إلى نقص الكادر الوظيفي الذي غادر بفعل سيطرة تنظيم الدولة على مدينة السرط ويقفى لمستوصفاتها انتهت الحياة في المناطق هذه بكامل طبعا كانت مقفلة جميع المستوصفات اللي في المناطق هنا عدد يصل إلى 20 و30 مستوصف لا يوجد دكاترة، لا دواء، لا معدات، لا غيره وتم حتى قفأ اقتحاما وتم ضم المعدات إقبال كبير من المواطنين على ما جلبته هذه القافلة واستبشار بأن تعود الحياة إلى المدينة ويتم فتح باكية المستوصفات في المناطق التي تم تحريرها على يد قوات البنيان المرصوص برايم العبدالي لبيبانورما سرط قال أمير القاطع الحددي إجدابيا بشير بظفيرا إن حرس المنشآت النفطية والقاطع الحددي قام بصد هجوم شنته قوات تابعة لما يعرف بعملية الكرامة على ميناء الزويتين النفطية وأضح بظفيرا في تصريح صحفية السبت أن هجوم الجمعة قاده مفتاح شاكلوف المكلف برئاسة حرس المنشآت لعملية الكرامة مؤشرا إلى أن سبب الهجوم هو رفضهم لإعادة تصدير النفط بعد قرار المجلس الرئاسي باستئناف عمل الموانئ ولفت بظفيرا إلى أن مجموعة شاكلوف تتمركز على بعد 12 كيلو مترا شرق ميناء الزويتين وأن هدوءا حذرا بات يسود المنطقة وأي قوة أي ميليشيات خارج شرقية حكومة الوفاق الوطني حنتعاملوا معها هذين الأوامر اللي عندنا ونحن تتبعوا عمليات اجتابية سرد فهمت ولا لا ومورنا طيبة وحنضرب بيد من الحديد ونحن قاعدين على الارض قوله فعل مش أعلام مش كلام أعلام يقبيد يقول لك أنا واخذ زويتين آه وقاعدين فيها تعال يوم اللي تصبي لدي الشركة تعال دي يومي سواء شغلوه فواء خطي شغلوه ولي أمرنا نتوحكم ترفاق هذا اللي يعترفوا بيها وقاعدين وثابتين أمورنا طيب قال المبعوث الأمريكي لدريبيا جونتين واينر إن إعادة فتح حقلية الشرارة والفيلة النفطيين بإمكانهما إضافة 440 ألف برميل نفط يوميا إلى الانتاج الليبي وعضف واينر أن ذلك بإمكانه مساعدة ليبيا في المحافظة على واردات الطعام والدواء وفق قوله هذا ورحب واينر بالاجتماع الذي عقده ديوان المحاسبة برؤساء البلديات الجنوبية والمؤسسة الوطنية لنفط معتبرا إياه خطوة جيدة من أجل زيادة توليد الطاقة وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الليبية أصدر قائد ما يعرف بعملية الكرمة خليفة حفتر قرارا بإلغاء كتيبة 204 دبابات وإعادة تشكيلها تحت مسمى الكتيبة 298 دبابات على أن تكون تبعيتها للمنطقة العسكرية بنغازي وقضى القرار بأن يكلف عبد الكريم حسن البرغتي آمرا للكتيبة بدلا من العقيدة المهد البرغتي الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطنية استنكر أهل منطقة جنفودا المحاصرة بنغازي اليوم السبت ما سموه بصمت الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجريمة التي ترتكب بحقهم من قصف يومي بالقنابل والصواريخ معاكدين في بيان لهم أن سبل الحياة تضيق بهم أو بهم مع نفاذ الطعام وشح المياه بالمنطقة وعشر أهل جنفودا في بيانهم إلى أن المنطقة تتعرض يوميا لقصف من طائرات من دون طيار وقذائف مدفعية ناشدت منظمة تضامن لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والدول الإقليمية ومجلس حقوق الإنسان ناشدتهم أتدخل لإنقاد مئة وثلاثة وثلاثين عائلة عالقة في منطقة جنفودا ببندلة بنغازي وعضفت المنظمة في رسالة مواجهة للمنظمات والوحدات الدولية أنها فشلت في التوصل إلى حل بعد فشل كافة البساع لفتح ممرات آمنة لتأمين خروج العائلات معتبرة أن حصار العائلات بات يشكل خطرا عليهم وقد ترتكب جرائم حرب ضدهم وتؤدي لإبادتهم جميعا بحسب ما جاء في البدن أعلنت مصادر طبية من مدينة درنا السابت عن وصول أربعة جثمين إلى مجمع الهريش الصحي وسط المدينة يرجح بأنها تعود لعناصر من قوات حفتر وقالت ذات المصادر أن قوات مجلس شورى ثوار درنا تمكنوا من سحب الجثمين من منطقة الظهر الحمر التي دارت فيها اشتباكات مسلحة وأسلموها إلى المجمع الطبيب بعد انتهاء المواجهات قال المجلس الاجتماعي درنا أن عضوي مجلس النواب خيرال التركوي وانتصار الشنيب لا يمثلان مدينة درنا في مجلس النواب ولم يتم انتخابهما من أهلها داعيا إلى انتخاب أعضاء جدد من المديلة بدلا عنهما وستنكر المجلس في بين له مواقف تركوي واشنيب تجاه مدينة درنا وقال إنهما استغلت ظروف التي تمر بها المدينة وأصبح دعاة حرب وحصار بدل أن يكون دعاة سلم وصلح واتهم المجلس في بيانه تركوي واشنيب بإشعال فتيل الحرب وشقاق بين درنا وجيرانها قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتون كوبلر في تصريح أدى به لقناة الغد إنه لمجال للحديث عن أكثر من حكومة في ليبيا مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا داعيا إياها إلى تركيز على شؤون الأمن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى تكوين جيش موحد هذا ومن المنتظر أن يعقد كوبلر اجتماعا مع مختلف الأطراف في ليبيا لتقييم الأوضاع فيها خلال شهر سبتمبر المقبل قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المهد البرغت الجمعة بزيارة ميدانية إلى مناطق غرب طرابلوس طلع البرغت خلال الزيارة على مجريات الوضع الأمني في المنطقة مشددا على الدور الذي تقوم به القوات المكلفة بحماية المنطقة داعيا إياهم لمزيد من الصبر وعدم السير وراء من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار حسب قوله الحمد لله أني نشوف فيها أني ماشي للصلح وخير دليل البوابة هذه أنا هذه سمعت عليها الموقف لندار في بوابة السلام وهذه مش غير بوابة السلام هذه بوابة الرجولة وبوابة البطنية إذا كان الحرب تبي شجاعة فالسلامنا متأكد أنه يبي بطولة اتهم رئيس مجلس وعقيل صالح في تصريح لمجلة الإهرام العربي اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمبعوث الأممي مارتين كوبلر بالفشل واصفا الجامعة العربية بالضعيفة وقال عقيلة أن من مثل الليبيين في التوقيع على اتفاق صخيرات لا يمثل الشعب الليبي مستغربا في الوقت ذاته عدم دعوة المبعوث الأممي لحفتر لحضور اجتماع العسكريين الذي عقد بتونس الأسبوع الماضي هذا وجدت عقيلة دعوته لإعادة اختيار أعضاء المجلس الرئاسي من قبل أو من قبل ممثل القبائل في كل من الأقاليم الثلاثة وفقا لقوله كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن عقد جلسة رسمية للمجلس الاثنين المقبل وذلك لمناقشة اللائحة الداخلية وتنظيم عمل المجلس وملف مصودة مشروع الدستور المقذمة من الهيئة التأسسية لصياغة مشروع الدستور التي تمت إحالتها للمجلس وذعى بليحق جميع أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة المقررة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بناء على ما تم الاتفاق عليه في الجلسة التشاورية التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة معالي الناب الثاني لفخامة رئيس مجلس النواب الدكتور رحمية حومة وأيضا بناء على الاتفاق الذي تم على مستوى هيئة رئاسة مجلس النواب المتمثلة في فخامة الرئيس ومعالي نائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب تم الاتفاق على عقد جلسة رسمية بإذن الله الاثنين القادم في مقر المجلس الجديد بمدينة طبرق وأيضا تم الاتفاق على جدول أعمال محدد سوف يتضمن جدول الأعمال النقطة الأولى هي مناقشة اللاعحة الداخلية وتنظيم عمل مجلس النواب والنقطة الثانية سوف تكون موضوع مسودة الدستور التي قدمت من الهيئة السيسية لسياغة الدستور الليبي فهذه دعوة موجهة لكل سادة أعضاء مجلس النواب للحضور في الجلسة القادمة يوم الاثنين دعا رئيس حزب العدلة والبناء محمد صوان في تصريحات خاصة لليبيا بنوراما دعا المجلس الرئاسي إلى إعلان وقف إطلاق النار من أي طرف خارج شرمعية المجلس في جماع أنحاء ليبيا مشيرا لأن هناك تواصلا مع المجلس وبعض أعضاء البرلمان وأطراف الحوار وبعض الشخصيات دات الصلاة بمجلس شورى بنغازي من أجل إيقاف القتال بالمدينة وطلب صوار المجلس الرئاسي بتشكيل قوة محايدة تحت شرعيته للفصل بين المتحاربين وإيجاد ممرات أمينة للمدنيين لتوفير المناخ المناسب للمصالحة وعودة المهاجرين مجددا إذنته لكافة الأعمال الإرهابية من كل الأطراف الصراع أو أطراف الصراع مطالبا الأطراف السياسية بالتزام بالاتفاق السياسي والنظر في الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطن حصاد المتواصل وفيه بعض الفاصل مفاضية مكشف مصراتة تقيم المخيمة الكشفية تدريبي الخامس والأربعين بمصراتة جبل نفوز يحتضر ملتقى لمزيغ لتحديد نظرة لمزيغ من الأوضاع السياسية الرهنة ترجمة نانسي قنقر كل عام وأنا سعيد في ضري حلم جديد كل عام وأنا سعيد وعمري ولد من جديد بوجودك أنت في قربي لن أشعر أني وحيد ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أفتتح صباح السبت بمدينة كفاوم اكتقى تحت عنوان نظرة الأمازيغ للأوضاع السياسية في ليبيا بحضور العديد من البلديات والمناطق وجمعيات المجتمع المدني كما حضره أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ وعدد من الناشطين والسياسيين ويأتي الملتقى برعاية المجلس البلدي كفاوم وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة وصوت الشباب الأمازيغية ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مفادنا إلى مدينة كباو زياد الحجاجي زياد حديثنا عن أهم أو أبرز أنقاط التي تناولها الملتقى نعم أقيم اليوم كما ذكرت في مدينة كباو برعاية المجلس البلدي وبتنظيم من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وصوت الشباب الأمازيغي منطقة تحت شعار نبرة الأمازيغية في الوضع السياسي الليبي حاليا حضر الملتقة كل معظم المدن بلديات المدن المناطقة باللغة الأمازيغية سواء كانت في الساحل أو في الجبل وإضافة إلى مجالس الشورى والفكماء وكذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى عدد من الفقوقيين والناشطين أبداً النقاط التي تتبق إليها الملتقة وهي لا يعترف الأمازيغ إلا بالجفل الشرعي الوحيد والذي انتخابوه هو المجلس العملية من جيغ ليبيا وأنه هو الممثل الوحيد لهم في أي حوار أو في أي حوار سواء كان داخل ليبيا أو خارج ليبيا وأن أي جسم أو طرف الأطراف غير المجلس العملية جيغ ليبيا لا يمثلهم بعد بابل المجلس أعليك أما ذكرت أنه منتخب عن طريق صندوق الاقتراع تتلق أيضاً إلى عدة مواضيع أخرها من أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم هذه المدن وسيتم تشكيل منظومة اقتصادية لهذه المدن بدعمه بتنسيق مع رجال أعمال للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها معظم مناطق ليبيا ليست مناطق الجبل أو الساحل فقط كذلك تتلق الاجتماع إلى أهمية الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا وأنهم ضد أي تدخل سواء كان من أي طرف داخل أو خارجي إلا إذا كان إلا إذا تم تنسيق مع كل الشريح والأطراف داخل ليبيا نعم نعم شكرا لك من مدينة كباو وفادنا زياد الحجاجي كنت معنا عبر الهتف دعت شركة العمل الكهرباء السبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة المالية بالحكومة بصرف مرتباتهم المتأخرة لمدة أربعة أشهر ما أدى إلى إرباكين أو إرباك لدى موظفيها في حياتهم المعيشية ووضحت الشركة في بيانهم لها أنها بالرغم من المصاعب والمشاكل التي تواجهها إلا أنها لا زالت مستمرة في أعمالها لتوفير الكهرباء للمواطنين أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخميس قرره رقم 93 لعام 2016 بشان إلغاء عضوية عبد الفتاح برويس في اللجنة التسيرية للشركة العامة للكهرباء وعضف المجلس في القرار داته كلا من صلاح رمضان العبار وغيت علي غيت إلى عضوية اللجنة على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدره الجدل بالذكر أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر قراراً أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة شهر يوليو الماضي بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبهي خالد شكشك مع عمداء بلديات الجنوب الليبهي سبل التعاون والمشاركة الفاعلة لمعالجة المشاكل والعرقيل التي تواجه تنفيذ واستكمال محطة أباري الغزية ويت الاجتماع في إطار مبادرات ديوان المحاسبة لحلحلة عدد من المختنقات التي واجهت عملية عودة الشركات المنفذة والمشرفة على محطة الكهرباء والأعمال المكملة لها واستعرض المجتمعون الموقف التنفيذي للمشروع مع اقتراح آليات توفير الدعم اللوجستي والحماية الأمنية للموقع وفقا لمطالب الشركات التي تم التواصل معها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والشركة العامة للكهرباء طالب رئيس ديوان المحاسبة بطرابلوس خالد شكشك المصارف الليبية بتجميد حساب شركة ليبية بالإضافة إلى حسابات خمسة مواطنين ليبيين وذلك وفق للقرار رقم تسعة وعشرين للعام الفين وستة عشر كما طالب القرار المصارف بموافاة لجنة فحص ومراجعة الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية بديوان المحاسبة بموافاتها بكشفات حسابات الشركة والأشخاص المذكورين في القرار في مدة نقصها عشرة أيام من استلام القرار وحذر ديوان المصارف من فتح أو من فتح أي حسابات مصرفية جديدة لمن شملهم القرار دون موافقته أقامت مفوضية مصرات للكشاف والمرشدات المخيم الكشفية التدريبي الخامس والأربعين لفئتي الفتيان والمتقدم بغابة أبو فاطمة بمصرات وشارك في المخيم مائة وخمسون كشفيا يمثلون مفوضيات مصرات وزليتن والخمس وترابلس والعزيزية والجفرة وبوغرين وقدم المخيم أنشطة متنوحة رياضية وثقافية وتعليمية بالإضافة إلى التدريب على بعض المعارات بسم الله الرحمن الرحيم نحن في مخيم الكشف التدريبي الخامس والأربعين لمفوضية مصرات لحلقتين الفتيان والمتقدم للحصول على الدرجات الثانية والأولى المخيم هذا اشترك فيه عدة مفوضيات وفواج مجاورة منها سمينتان مفوضية زليتن والخمس والطرابلس والعزيزية والجفرة وفوج أبو غرين المخيم هذا احتوى عدد من الكشفين الفتيان والمتقدم حوالي 150 فتا وكشف متقدم جو من هذه المناطق بالإضافة إلى مفوضية مصراته كان العدد الأكبر اجتمل البرنامج المخيم على أنشطة رياضية وأنشطة تقافية ومعلومات كشفية في المهارات والتخييم وفنون الغابة ناشد مدير مستشفى بني وليد العام محمد الزبرة كل الجهات المختصة والمنظمات الدولية لوضع حلول عاجلة لمشكلة امتلاء ثلاجات الموتى بجثة المهاجرين غير الشرعيين مما ينذر بتفشي الأوبئة والأمراض خلال الأقسام الطبية وخصوصا أن الثلاجات ملاصقة لغرفة النساء والولادة بالمستشفى يذكر أن ثلاجات الموتى قد استقبلت 51 جثة خلال الثلاثة أشهر الماضية لفن منها 39 جثة أغلبها وجدت على طرقات بني وليد عقد اجتماع بمقار جمعية ليلة الأحمر ترهون بين عدد من المسؤولين في الجمعية ومنذوي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طرابلوس ونقش المجتمعون سبل تواصل وألية التنسيق بين مكتب اللجنة الدولية وفرع الجمعية بيترهونة من أجل تقديم ما يمكن للأسر النازحة من سرط وضواحيها وقد قام المجتمعون بزيارة ميدانية لعدد من الأسر النازحة للوقوف على الاحتياجات الأساسية لها اختتمت ببلدية سبرات دورة تدريبية حول استراتيجيات إدارة العلاقات العامة والإعلام المعاصر في إطار التعاون بين المجلس البلدي سبراتا ومعسسة هانس دايرل الألمانية وشارك في الورشة 15 متدربا يمثلون المجلس البلدي وإذاعة سبراتا FM واعتمت طرق خلالها إلى تعميق فهم المشاركين بمفهوم الإعلام وأدواته واكتساب المشاركين مهارات تواصل مع وسائل الإعلام المختلفة دفن مركز سبهة طبي الخميس 12 جثة مجهولة الهوية بإذن من نيابة العامة وقد حضر عملية الدفن ممثلون من قنصليات أو عن قنصليات دول الإفريقية في ليبيا وفي ذات السياق قال مدير ثلاجة الموت في مركز سبهة طبي حسن زروق أن الثلاجة اقتضت بخمسة أو بخمس وعشرين جثة مجهولة الهوية حتى اضطر الموظفون إلى وضع خمس جثة في الممرات وعظف الزروق أن الثلاجة فقدت قدرتها على تبريد الجثة بسبب ضعف الطيار الكهربائي في المدينة ولأن الثلاجة مصممة لتبريد الجثة لأيام ولا تستطيع حفظها لمدة طويلة اختتمت ببلدية سبهة دورة لتواصل الاستراتيجي لعدد من المكاتب الإعلامية لبلديات الجنوب التي أقيمت ببيت ثقافة بسبهة وانضمها المعهد الجمهوري الدولي وقذمت دور المدرب عبد الناصر خالد حيث أقيم الجوم الختمي بالمجلس البلدي سبهة واعتضمنت دورة جوانب نظرية وعمرية من أجل تكوين خطة لتواصل الاستراتيجي لتعوذ بالنفع على البلديات أقيم بمحهد النفط للتأهيل والتدريب حفل لتخريج الدفعة الرابعة والأربعين لمتدربي المحهد لعام دراسي 2015-16 وذلك على مسرح قاعة الشهداء وحضارة الاحتفالية رئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنجير ورئيس لجنة إدارة محهد النفط للتأهيل وتدريب عالي الديب يؤشر لأن الحفلة شمل تخريج مائتين وأربعة عشر متدربا من مختلف تخصصات الفنية بالمحهد كما تم تكريم عدد من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المتكرر للكهرباء يبحث كل واحد مننا عن حل ينعشه ويلطف له الأجواء نحاول اليوم إيجاد حل مع هذه التجربة التي تشاهدون طريقتها من خلال تقرير التالي طريقة سهلة للتخلص من ألام الجروح والكدمات التي تسبب في تورم الجلد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المتكرر للكهرباء الطريقة تكمن في استعمال الثلج كمسكن سريع المفعول للآلام يمكنك أن تصنع بنفسك أساور الثلج المنعشة بدلا من اللجوء لأكياس الخضروات المثلجة حتى تصطحبها بسهولة إلى أي مكان كما ويمكنك أن تستغل الثلج أيضا في إنعاش جسمك إذا شعرت بسخونته نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في شهر أغسطس المعروف بسخونته وارتفاع درجات الرطوبة فيه هذا الفيديو كان قد انتشر مؤخرا لإعطاء حل لمشكلة الحرارة المتزايدة خاصة عند بعض المرضى طريقة صنع أساور الثلج من خلال بعض الأغراض المنزلية البسيطة انطلقت رسميا في مدينة ريو دي جنور البرازيلية أول دورة ألعاب أولمبية تقام في أمريكا الجنوبية حيث أقيم حفل افتتاحي ضخم باستاد ماركانا واحتفى الحفل بتاريخ البرازيل وثقافتها قبل أن يشعل العداء البرازيلي فاندلي كورديرو الشعلة الأولمبية إدانا ببدء دورة الأولمبية حيث تشارك ليبيا في دورة الألعاب الأولمبية بعدد سبعة رياضيين يمثلون ستة ألعاب رياضية وحمل العالم الليبي في طبور العرض العداء الليبي محمد حريزي بالزي الوطني الليبي أعطيت إشارة الانطلاق على وقع موسيقى السامبا لأول دورة تقام في أمريكا الجنوبية في بلد سينسي أول موقع أزمته السياسية والاقتصادية الحادة لنتابع افتتح الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشيل تامر الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها ريو دي جينيرو حتى الواحد والعشرين من أغسطس وسط صافرات الاستهجان احتجاجا على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد حضر الافتتاح خمسة وأربعين رئيس دولة وحكومة نحو ستين ألف متفرج ملأوا ثلاث واجهات من مدرجات ملعب مريكانا الأسطوري فيما خصصت الرابعة لفقرات العرض الفني في الاحتفال وبدأ الحفل بمعزوفات موسيقية رفقتها تقنيات إضاءات وليزل ورقص على أرض ملعب مهيب شهدت أبوابه إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف عشرة ألاف شرطي ويشارك في الدورة ما يزيد عن 11 ألف رياضي سيتنافسون على 306 ميداليات ويمثلون 207 دول وتظاهر ألاف الأشخاص خارج أسوار الملعب منذ ساعات الصباح وعبر قسم منهم عن دعمهم للرئيسة المجمدة مهامها ديليما روزيف طالب القسم الآخر بإقالتها وتنصيب نائبها الرئيس بالوكالة تامر وكان الخوف من فيروس زيكا المنتشر في أرجاء البرازيل عاملا رئيسيا وإضافيا في عدم الاستقرار مشاهدين بهذا نكونوا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذا اليوم وهذا تذكير في أبرز مجال الهندسة العسكرية بقوات البنيان المرسوس تتمكن من تطوير قدراتها الصاروخية لتستهدفها بها مواقع تنظيم الزورة بسرد حرس المنشاة النفطية يؤكد صد هجوم شنه مقاتل حفتر على ميناء الزويتينة لمنع تصدير نفط أهل قنفودا يستنكرون السمطة الأمم المتحدة والمجلس الرياسي تجاه حصار في بنغازي وتضامل حقوق الإنسان تناشد المنظمة الدورية لإنقاذ العائلات المحاصرة ترجمة نانسي قنقر